اهلا بيكوت الله بالصفة الخامس للتدائي في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة حلقتنا هتكون عن المجموعات هنعرف يعني ايه مجموعات ام تقول عليها مجموعة وام تقول عليها مش مجموعة اه ازاي نعبر عن المجموعة دي تعبير رياضي يلا بينا نشوف المجموعات تعالوا كده نشوف الاول الفيديو ده ما معنى المجموعة في مادة الرياضيات معنى المجموعة في الرياضيات ببساطة تجمع عدد من الاشياء التي لها نفس الخواص على سبيل المثال الاثنى عشر شهرا من السنة تعبر عن مجموعة حروف كلمة حساب تعبر عن مجموعة اصابعك تمثل مجموعة من الاصابع مختلفة الحجم عناصر المجموعة هي الاشياء التي تكون المجموعة فعلى سبيل المثال شهر مارس هو احد العناصر التي تكون مجموعة الشهور او حرف حاء في كلمة حساب او اصبع الابهام في مجموعة الاصابع يعني ايه مجموعة زي ما احنا شفنا في الفيديو دلوقتي ام تقول على القدامي دي مجموعة لازم تكون المجموعة المفهوم الرياضي بتاعتها تجمع الاشياء المعروفة والمحددة تحديدا تاما يعني مش هنختلف عليها لها صفة مميزة مشتركة بينها لازم نكون احنا مش مختلفين عليها زي ما شفنا في الفيديو دلوقتي مثلا شهور السنة احنا عارفين ان شهور السنة معروفة ومعروفة اسميها طيب ايام الاسبوع احنا برضو عارفين ان ايام الاسبوع سبت حد اثنين ثلاث أربع خميس جمع ما نقدرش نختلف في ايام الاسبوع دي نقول عليها مجموعة طيب زي ايه كمان ممكن نقول عليه مجموعة حروف كلمة مصر احنا عارفين ان كلمة مصر الحروف بتاعتها ميم وصاد وراء صح دي ما بنختلفش عليها يبقى اي حاجة اي تجمع اشياء لهم نفس الخواص وكلنا ما نقدرش نختلف عليه دي تسمى مجموعة طيب ايه الحاجة اللي ممكن نختلف عليها ممكن ايجي اقول المباني العالية طيب انا المباني العالية في وجهة نظري ان دي لحد مثلا عشر ادوار دي مباني عالية ممكن حد تاني يجي يقول لي لا دي بالنسبة لمباني تانية تلاتين دور لا دي مش مباني عالية فاحنا اختلفنا عليها معنى كده ان انا مقدرش اقول عليها مجموعة طيب زي ايه كمان ممكن نختلف عليه اقول الاشجار القصيرة طيب انا شايفها قصيرة لكن في حد تاني شايفها شايف ان فيه اقصر منها واختلفنا عليها طيب الاغاني الجميلة الاغاني الجميلة دي ممكن بالنسبة لي تكون اغاني جميلة لكن بالنسبة لحد تاني مش حلوة فمعنى كده انها ما ينفعش اقول عليها مجموعة يبقى انت اقول مجموعة وانت اقول ان دي مش مجموعة لو الاشياء اللي موجودة عندي دي لا يختلف عليها وليها نفس الخواص زي ما قلنا ايام الاسبوع حرف كلمة مصر شهور السنة شهور السنة الميلادية شهور السنة الهجرية كل ده اقدر اقول عليه مجموعة لان لا اختلاف عليه طيب تعالوا نشوف ارقام العدد 1536 اكيد مش هنختلف عليه ان العدد ده الستة والتلاتة والخمسة والواحد مش هقدر اقول ان العدد ده المجموعة بتاعته او اقول انه هو ستة وتلاتة وخمسة واثنين لا الاثنين مش موجودة اصلا فاحنا مش هنقدر نختلف في عدد زي ده السنة انا اقول 2021 اكيد مش هنختلف عليها فدي مجموعة تمام طيب تعالوا نشوف زي ما قلنا ايام الاسبوع مجموعة الارقام دي طيب توجد تجمعات زي ما قلتلكم دلوقتي ما بتمثلش مجموعة نهائي زي الظهور الجميلة بالحديقة انا مقدرش اقول عليها مجموعة لان الجمال فيها هيختلف من فرض للتاني طيب صفة الجمال هتختلف من شئ للتاني الرجال الحكماء برضو ما قدرش اقول عليها مجموعة لان صفة الحكمة بتختلف من شخص لشخص طيب تعالوا ناخد مثال لاحظت تجمعات التالية ثم اختر الاجابة الصحيحة طيب حواس الانسان دي مجموعة ولا ليست مجموعة طبعا حواس الانسان مش هنختلف عليها احنا عارفين عدد حواس الانسان وعارفين هي ايه فدي طبعا اقدر اقول عليها مجموعة طيب التلميز طول القامة في الفصلة دي اقدر اقول عليها مجموعة لان طبعا ما قدرش اقول عليها مجموعة لان الموضوع هيختلف برضو من رؤية فرض الفرد طيب مثال تاني اصابع اليد اليومنى طيب اقدر اقول عليها مجموعة اكيد لازم اقول عليها مجموعة لان دي لا اختلاف ولهم نفس الخاص يبقى صابع اليد اليومنا دي هتبقى مجموعة الألعاب الجميلة أقدر أقول عليها مجموعة ولا ليست مجموعة طبعاً ما أقدرش أقول عليها مجموعة هي ليست مجموعة لأن الألعاب الجميلة هتختلف برضو من فرض الفرض ممكن أشوف أنا الألعاب دي جميلة فرض تاني يشوفها ومش ألعاب جميلة بالنسباله فمعنا كده اختلفنا عليها فما بقتش يتنطلق عليها كلمة مجموعة طيب الأشياء التي تتكون منها المجموعة تسمى عناصر المجموعة زي ما قلنا دلوقتي مثلا كلمة مصر العناصر بتاعت مجموعة كلمة مصر كانت ايه الميم والصاد والراء طيب لما جيت قلتلكم ايام الاسبوع عناصر المجموعة بتاعت ايام الاسبوع ايه السبت الحد الاتنين تلات الاربع الخميس الجمعة تمام طيب عناصر مجموعة الوان علم مصر الوان علم مصر دي لا اختلاف عليها فهي مجموعة طيب عناصر مجموعة ايه الاحمر والابيض والاسود تمام عناصر مجموعة حروف كلمة كتاب كلمة كتاب ايه لعناصر بتاعته اكيد حروف الكلمة نفسها اللي هي الكاف تا والالف والبا طيب ناخد مثال تاني بطريقة تانية اكمل بكتابة عناصر المجموعة التالية تعالوا نشوف عناصر المجموعة اللي قدامنا دي هو جايب لي ارقام العدد 4286 وبيقول لي المجموعة دي عناصرها ايه طيب تعالوا نشوفها 6824 هي دي عناصر المجموعة بتاعة الرقم اللي هو جايبهولي العدد اللي هو جايبهولي طيب عناصر مجموعة الجهات الاصلية الجهات الاصلية احنا نقدر نقول على مجموعة اصلا اه طبعا لان احنا لا اختلاف عليها اللي هم ايه العناصر بتاعة مجموعة الجهات الاصلية الشرق الغرب الجنوب والشمال تعالوا طيب الاعداد الزوجية اللي هو ايه صفر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة دي نقدر نختلف فيها يعني نقدر انا اقول دي اعداد زوجية وهي نفس الاعداد حد تاني يقول عليها فردية لا طبعا يبقى الاعداد الزوجية من يعتبر لازم نطلق عليها كلمة مجموعة عناصرها ايه صفر واثنين واربعة وستة وتمانية الى ملا نهاية لانا ما بتنتهيش طيب الاعداد الفردية اقدر برضو اختلف في الاعداد الفردية اقول دي اعداد فردية وحد تاني يقول لا دي مش اعداد فردية لا طبعا دي حاجة ثبتة يبقى بنقول عليها مجموعة طبعا ناصرها برضو واحد ثلاثة خمسة سبعة الى ملا نهاية طيب الاعداد الاولية الاعداد الاولية معروفة 3, 5, 7, 11, 13 وهكذا طبعاً برضو معروفة فدي نقدر نقول عليها مجموعة يبقى عندي مجموعة الأعداد الزوجية مجموعة الأعداد الفردية مجموعة الأعداد الأولية لاختلاف عليها طيب إزاي نعبر عن المجموعة تعبير رياضي إزاي نقول عليها مجموعة بس بالتعبير الرياضي تعالوا نشوف إزاي يمكننا التعبير عن المجموعة بأسلوب رياضي بالطرق التالية أنا عندي أكتر من طريقة تعالوا ناخد واحدة واحدة ونشوف إيه الطريقة دي بتتكلم عن إيه أولاً التعبير عن المجموعة بطريقة السرد إيه طريقة السرد طيب تعالوا نشوف مثال نرمز للمجموعة بأحد الحروف الكبيرة مثل سين، صاد، عين تمام؟ دي أول حاجة في الطريقة دي طيب تاني حاجة نكتب عناصر المجموعة داخل قصين من النوع اللي احنا شايفينه ده يبقى أهم حاجة في الطريقة دي إننا حرمز للمجموعة بأحد الحروف الكبيرة زي ما احنا شايفينها سين، صاد، عين حسب ما احنا عايزين تاني حاجة حكتب المجموعة في القصين من الشكل ده وهو فيه أنواع من الأقواس، فيه أقواس غير الشكل ده لأ أنا حكتب المجموعة من شروط الطريقة دي إن أنا حكتب المجموعة داخل القصين بالشكل ده طيب تالت حاجة هنضع علامة زي ما احنا شايفين بين كل عنصر وآخر ما ينفعش أحط الأرقام كلها على بعضها ما بقتش عناصر مجموعة، ما بقتش حددت أنا عناصر مجموعة طيب لا نكرر العناصر، يعني إيه لا نكرر العناصر؟ يعني لو أنا عندي حرفين متكررين في الكلمة ما ينفعش أحط الحرفين، لازم أحط حرف واحد بس طيب لو أنا عندي رقم والرقم ده فيه رقم متكرر تلاتة وتلاتة، ما ينفعش أحط التلاتة مرتين لأ بحط التلاتة مرة واحدة يبقى أساسي في الطريقة دي ما بنكرر العناصر ما ينفعش نكرر العناصر، تمام طيب نرمز للعناصر برموز صغيرة هنرمز للعناصر برموز صغيرة طيب تعالوا نشوف بعد كده ترتيب العناصر داخل المجموعة ليس مهم مش هتفرق معي أن أرتب العناصر جوه المجموعة زي مثلاً كلمة كتاب أنا ممكن أحط كاف تق ألف بق ممكن أحط الألف وبعدين الباق وبعدين التق وبعدين الكاف مش مهم إن أنا أرتب العناصر داخل المجموعة المهم أحط عناصر المجموعة كاملة اتفقنا؟ طيب تعالوا ناخد مثال للطريقة دي مجموعة حروف كلمة ملك هنا أول حاجة هعملها هحط هعبر عن المجموعة سين صاد عين زي ما احنا اتفقنا يعني هنعبر عن المجموعة دي بأنها بحرف كبير زي سين هنا يساوي حطت المجموعة فين عناصر المجموعة فين بين القسين اللي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا طيب تالت حاجة عملت الفصلة بين كل عنصر من المجموعة بقيت عندي الميم اللام الكافي يبقى سين بتساوي ميم ولام وكاف تمام طيب مجموعة الاعداد الطبيعية الفردية تعاولوا نشوف هنعملها ازاي ها أول حاجة مفوض ان احنا هنرمز لها بسين عين لام اي حرف من الحروف الكبيرة طيب هيساوي ايه واحد تلاتة خمسة سبعة الى ملا نهاية لان الاعداد الطبيعية الفردية ملهاش نهاية فهعمل مكانها ها النقط اللي احنا شايفينها دي طيب طريقة الصفة المميزة دي تاني طريقة يبقى احنا خلصنا اول طريقة اللي هي طريقة السارت تاني طريقة طريقة الصفة المميزة بنعمل فيها ايه؟ في هذه الطريقة نعبر عن المجموعة تحديد صفة تميز عناصر المجموعة عن غيرها من المجموعات يبقى هي من اسمها طريقة الصفة بحدد فيها في المجموعة دي صفة بتميز العناصر دي طب ازاي المجموعة قاف لام ب طب دي هنعبر عنها بالصفة ازاي تعالوا نشوف كده مجموعة حروف هي دي تعتبر مجموعة حروف كلمة قلب في نفس الوقت مجموعة حروف كلمة لقب في نفس الوقت مجموعة حروف كلمة قبل هي نفس بس شقلبنا بنغير مكان الحرف بيغير معنى الكلمة تماما طيب يبقى طريقة الصفة المميزة انا بشوف الحروف اللي عندي شايفين مجموعة الحروف الكلمة بقت ايه بقت تلات كلمات ناخد مثال اكتب بطريقة الصفة المميزة المجموعة التالية اتنين تلاتة خمسة سبعة احداشر الى ما لا نهاية الاجابة اقدر اقول ان دي مجموعة الاعداد الاولية انا ممكن اقول عليها دي مجموعة الاعداد الاولية او ممكن اقول ان سين بتساوي افتح نفس القسين سين ها سين احد الاعداد الاولية يبقى انا كتبتها بطريقتين طيب الشرق الغرب الشمال الجنوب دي اقدر اقول عليها ايه اقدر اقول عليها مجموعة الجهات الاصلية هي الاساس بتاعتها مجموعة الجهات الاصلية ممكن اعبر عنها واقول صاد بتساوي نفس ما احنا شايفين كده الطريقة يبقى الصفة المميزة زي ما احنا اتفقنا كده بعبر عنها بصفة بتميزها طيب ناخد تالت طريقة تالت طريقة تمثيل المجموعة بشكل فان ايه شكل فان احنا كنا اخدنا قبل كده اشكال فان مسلس مربع دايرة بنمثل المجموعة اللي عندي جوة دايرة او المسلس او المربع حسب ما احنا عايزين طيب استطاع العالم فان تمثيل المجموعة بوضع نقطة او علامة بنحط جوة دايرة او جوة المربع او المستطيل الشكل اللي انا هاختاره يا اما بحط نقطة بحط الرقم بتاعي او الحرف بتاعي بتاع المجموعة او بحط العلامة زي علامة الضرب اللي زي ما احنا شايفينها كده لتمثيل كل عنصر في المجموعة وذلك داخل اي شكل هندسي مغلق يبقى لازم عشان اعمل شكل فان لازم يكون شكل هندسي مغلق زي ما قلنا من شوية يا دايرة يا مربع مستطيل اي شكل من الاشكال الهندسية اللي احنا درسناها قبل كده طيب فمثلا المجموعة سين بتساوي هنا كام واحد واثنين وتلاتة واربعة طيب عايزين نمثلها باستخدام شكل فان باحدة الصور التالي احنا ممكن نمثلها ازاي بصوا كده عملت مستطيل وعملت مثلت عليه واحد واثنين وتلاتة واربعة حطنا ايه؟ علامة الاكس او ممكن اشيل علامة الاكس وحط الدوت اللي احنا نستشايفينها اللي هي النقطة طيب بصوا كده ممكن امثلها بالشكل ده شكل المسلس ممكن امثلها بشكل دايرة يبقى انا عندي شكل فان ممكن امثله باي شكل هندسي مغلق المهم ان نمشي على نفس الخطوات ان انا هحط همثل كل عنصر يا اما بالعلامة اللي هي علامة الاكس يا بالعلامة علامة النقطة تمام وحط على كل نقطة او على كل حرف الاكس اللي قدامنا او اللي شبه علامة الضرب احط العنصر من العناصر بتاعتي بتاعة المجموعة اللي قدامي يبقى انا كده المجموعة دي اول ما اشوف الشكل ده هقول ده بيعبر عن مجموعة واحد واثنين وتلاتة واربعة وطبعا ما ننساش القسين اهم حاجة عشان تمثلي ان دي مجموعة لازم احط القسين وبنفس الشكل اللي احنا عرضناه دلوقت طيب تعالوا نشوف مثال ارسم شكل فان للمجموعة سين بتساوي لام عين ميم دلوقتي احنا هنمثلها بس بالخروف مش بالارقام المثال اللي قبل كده كان بالارقام عملته بايه؟ بدايرة زي ما احنا شايفين حطيت العلامات بتاعت الاكس وحطيت على كل علامة الاكس جنب كل عنصر من العناصر اللي قدامي اللي هو اللام الميم العين زي ما احنا شايفين كده الطريقة الرابعة تمثيل عناصر مجموعتين باستخدام شكل فان طيب انا اللي قبل كده الطريقة الثالثة كان بشكل فان بس شكل واحد بس طب هنا همثل عناصر مجموعتين مجموعة ومجموعة ونشوف ايه العلاقة بينهم دي الدايرة اللي انا حطيتها دي سين ودي التانية صاد زي ما احنا شايفين يعني معنى كده ان انا عندي ايه؟ عندي مجموعتين مجموعة سين ومجموعة صاد طيب اذا وجدت بعض العناصر المشتركة بين المجموعتين انا لما شفت كده دول مجموعة سين وصاد مختلفين تماما عن بعض الدايرة دي بعيدة عن الدايرة دي تمام؟ دي اول علاقة بين المجموعات او عناصر المجموعات معنى كده ان اللي موجود جوه مجموعة سين غير اللي موجود جوه مجموعة صاد مختلفين تماما عن بعض طيب حالة تانية تعالوا نبص كده لو في بقى حاجة مشتركة بين المجموعتين بين السين وبين الصاد ده مستلها ازاي؟ بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيبقى عندي الدايرة سين وهي دي الدايرة صاد الجزء المتلون باللون الاصفر ده بيقول لي ان في عناصر مشتركة بين سين وصاد وليكن سين فيها رقم تلاتة مثلا عنصر من عناصرها تلاتة وصاد فيها برضو عنصر من عناصرها تلاتة فحطته في الايه؟ في الجزء الاصفر المتلون ده اللي هو الجزء المشترك ممكن يكون بينهم مشترك اكتر من عنصر ممكن يكون عنصر اتنين تلاتة اربعة فانا بمثله ازاي؟ الجزء الابيض اللي هو عندي سين دي الحاجة اللي موجودة في سين مش موجودة خالص في صاد الجزء الابيض اللي عندي صاد اللي موجود في صاد مش موجود في صاد اما الجزء المتلون في النص باللون الاصفر ده العناصر المشتركة بين المجموعتين سين وصاد زي ما احنا شايفين كده طيب اذا كان كل عنصر في صاد موجود في سين يعني اللي موجود هنا هو موجود هنا بس الموجود في سين الصغيرة موجود فين؟ في صاد طب تعالوا نبص كده في الشكل اللي قدامنا ده انا عندي الشكل الكبير ده اللي هو سين الدايرة الكبيرة اللي بره دي سين تمام؟ طب الدايرة الصغيرة دي الدايرة الصغيرة دي صاد تمام؟ أنا عندي اللي موجود جوا صد هو موجود جوا سين زي بالزبط كده لما أجيب طبقين طبق كبير وطبق صغير أحطه جوا الطبق الكبير مش معنى الحاجة اللي موجودة عندي في الطبق الصغير ده معناه إنها موجودة جوا الطبق الكبير طيب بس مش معنى إن اللي موجودين برة في الطبق الكبير موجودين في الطبق الصغير أنا عندي الاتنين أدي الصغير والكبير تحتين تمام طيب اللي موجود كله في الصغير أنا ما أشوفه هقول ده موجود في الطبق الكبير كله على بعض طيب لو موجود بره بقى في الطبق الكبير استحالة يكون موجود في الصغير طيب تعالوا نشوف مثال الشكل اللي قدامي ده عندي مجموعتين سين وصاد تمام مجموعة سين فيها مين عناصر المجموعة سين اتنين وسابعة وستة وتمانية طيب مجموعة صاد فيها تنين وسبعة وتسعة وتلاتة تمام طيب سين بتسوي ايه؟ احنا لسا قيلين ستة تمانية اتنين سبعة طيب صاد موجود فيها تسعة تلاتة اتنين وسبعة طيب مين المشترك بين المجموعة سين والمجموعة صاد قدامي هنا مجموعة العناصر المشتركة بين سين وصاد الجزء المتلون بالأصفر هي الاتنين دي مش احنا اكتشفنا انها موجودة في سين وبرضو موجودة في صاد؟ موجودة في الاتنين طيب سبعة موجودة في سين وبرضو موجودة في صاد؟ موجودة في صاد يبقى العنصرين المشتركين في المجموعة سين والمجموعة صاد هما الاتنين والإيه والسبعة دلوقتي بقى إحنا يعني نراجع كل اللي أخدنا النهاردة عن المجموعة إحنا قلنا في أول الحلقة إزاي نقول إن دي مجموعة أو نقول عليها مجموعة إمتى لما تكون كلها كل عناصرها لها نفس الخواص نكون ما بنختلفش عليها زي أيام الإسبوع زي شهور السنة سواء شهور السنة الهجرية الميلادية مجموعة حروف كلمة معينة مجموعة مثلا كلمة مصر إنما إمتى نقول عليها مش مجموعة لما نكون هنختلف عليها إزاي عناصرها ما إزاي بعضها زي ما قلنا كده الظهور الجميلة في الحديقة دي ما نقدرش نقول عليها مجموعة لإن إحنا هنختلف صفة الجمال اللي موجودة في الظهور دي هتختلف من فرض لآخر فأنا عندي ما ينفعش أقول على حاجة هنختلف عليها إن إحنا نقول عليها مجموعة طيب واتفقنا إن إحنا نعبر عن المجموعة تعبير رياضي إزاي أول مجموعة اتكلمنا عنها اللي هي طريقة السرد واتفقنا إن إحنا عشان نعملها مجموعة لازم نحطها بين القسين اللي إحنا عرضنا لازم نحط فصلة بين كل عنصر لازم نسمي المجموعة بحرف كبير من الحروف سين صاد عين أي حاجة زي ما إحنا عايزين التاني حاجة طريقة الصفة الصفة المميزة إن إحنا بنحدد صفة مميزة في المجموعة ونحدد بيها زي مثلا كلمة المجموعة اللي إحنا قلنا حروف اللام القاف البه اللام قلنا دي مجموعة كلمة قلب قبل لقب تمام طيب تالت طريقة كانت اللي هي التمثيل المجموعة بشكل فن زي ما اتفقنا إن أشكال فن كل الأشكال هندسية المغلقة زي مسلس مستطيل مربع زي ما إحنا عايزين بس الأساس إن إحنا هنعمل يا إما النقطة يا إما هنعمل الإكس آخر طريقة اللي إحنا تكلمنا عنها اللي هي تمثيل فان بس بأكتر من مجموعة وبكده نبقى وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة واشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله